السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد بقدمه لزملائي وإخواني المهتمين بعلم مؤشرات الأداء الرئيسية والمهتمين بعلوم الإدارة بصفة عام النهاردة أجاي أكلمكم عن مجموعة فيسبوك إحنا عملناها وغرضنا الأساسي من الفيديو أن الناس هتحاول تتعلم إيه اللي في الجروب لو فعلاً تقدر فيه حد أو نقدر نستفيد بأي معلومة النهاردة هنقدمها من خلال الجروب ده ونضم لهذا الجروب والناس اللي جوا الجروب تعرف إزاي تدور على المعلومة وتبدأ تستخرجها يلا بينا نبدأ مع جروب فيسبوك اللي هو كي بي آي مؤشرات الأداء الرئيسية نبدأ ونشوف كده مع بعض الجروب ده يا جماعة معشرات قياس الأداء الرئيسية كي بي آي الجروب مكونة النهاردة يوم 22 فبراير من 15500 عضو من ثلاث شهور بس كان الجروب ده عوالي 8800 يعني نص الأعضاء جداد فقولنا نعمل فيديو نعرف الناس ببعض المواد العلمية وبعض المعلومات اللي موجودة هو جروب مؤشرات قياس الأداء والنسل اللي برا الجروب هنحط لكم رابط الخاص في الفيديو على اليوتيوب عن رابط بتاع جروب مؤشرات قياس الأداء الرئيسية كي بي آي علشان نسعد بانضمامكم للجروب بإذن الله تبارك سؤال هو إمتى الجروب ده نشأ؟ إيه ظروف نشأتهم؟ نشوف مع بعض كه ظروف نشأتهم؟ يا سلام في سنة 2020 عرفينها سنة الكورولا يوم 7 أكتوبر المهندس عمر سليم بيعلن عن دورة كي بي آي الدورة دي تتبع أو بتقدمها بيم أريبيا أكاديمي الناس طبعا اللي مش عارف أن المهندس عمر سليم هو أحد مؤسسي أو مؤسس بيم أريبيا أكاديمي وهي مؤسسة مشهورة جدا وأصبحت النهاردة يعني قناتهم عن يوتيوب فيها عدد مشاهدات كبير جدا وبين اختصار لـ Building Information Modeling نمزجة المعلومات الإنشائية وإزاي العلم ده أصبح علم متطور جدا والمهندس عمر سليم ربنا يبارك فيه يا رب ويزال الله خيرا لأنه هو هو منشئ الجروب ده فطبعا أنا بحييه لأنه كان السبب في إنشاء هذا الجروب من خلال الدورة الجميلة المباركة دي اللي هي دورة مؤشرات الأداء الرئيسية اللي عملتها من أربع سنوات مع بيم أريبيا طبعا بيم أريبيا عملت يعني كتير قوي لأكتر من محاضر ممكن تدخله جوة قناة اليوتيوب بتاعتهم هتستفيدوا استفادة كبيرة جدا طيب حدث بستاني باش مهندس لب الدورة دي اللي عايزين نشوفها عايزين نفرج عليها يعني حد عايز نشوفي طيب اه ده الايه لو حضرتك كده تكتب طب وصلت لها ازاي هقولك وصلت لها ازاي نرجع كده نرجع كده اه عملت كده تابد كده بالزبط لنا كده ارجع عشان بس اعرفك ازاي توصل لها ولو ما وصلتاش انا كده كده هعمل ايه ابعث لك الرابط بتاع قناة البش مهندس آآ غمر سيني دي القناة تدخل على دي اه دانك حوالي يعني التامن من حاضرات دول التامن من حاضرات موجودين عند حضرتك هنا فان شاء الله نحط الرابط في جروب الفيسبوك وهنحطه كمان على اليوتيوب تظهر طبعا تدخل التامن المحاضرات كانوا المحاضرات الجميلة جدا جدا مش عايز اقول لكم بس من الطرائف ان في اول محاضرة من المحاضرات آآ كي بي آآ تقصرت خمس دقايير او اقل يمكن ديقتين او تلاتة عن دخول المحاضرة مش مش جات تمانية لأ يعني تسفتح مسلا تمانية للربع انا مسلا دخلت سبعة اربعين او تمانية واربعين ما لايك ما تسمح ليش ليه الميت مقعد اللي جوه الغرفة تقفلوا طبعا تفضل ربنا اولا ثم تنظيم الجميل لهذا المكان المحترم فاضطروا يخرجوا الجماز من الغرفة عشان هدخوا لنا بسرعة يا جماعة ما لايك تدخلوا حاضر فدي كانت من الطرائف الجميلة في الآآ في الدورة دي وكانت من حوالي اربع سنوات هنحط لكم الرابط بتاعها عشان لو عايز تسمع عن مؤشرات الاعداء الرئيسية وتحكي او تشوف الآيه الضورة دي آآ طبعا يا جماعة يعني سوال بس وانت ايه لسبب في كده بصي معا السبب اسألك الناس كتير قوي بلاقي ان في ناس بتسأل على معلومة جوه جروب معلومة موجودة طبعا في حاجات اصعب من كده دي بيسألني على معلومة جوه البسط يعني يعلق على البسط في معلومة بالبسط عادي بياخدش بالو ايه ان انا مسلا كاتب الرابط يعني بالحجات الترايف اللي بتحصل معاه آآ اين الرابط آآ باش مهندس ما انا خط الرابط اه آآ يعني دي في احيان طبع في احيان ما كنش ما اكونش اخط فيها الرابط اصلا بتسئل مسلا ابي احضر الفيديو فين الفيديو اللي ما اعمل في ايه هو ده الفيديو هو ده البسط نفسه في برضو في حاجات تانية واحد بيسأل على حاجة معاينة جماعة ده البسط اللي قابله على طول استخد فر في الجروب وده اللي انا هتكلمك عنه النهاردة ايه تجرب اكشي جوا الجروب وشوف كده شوف الفيديوهات الجديدة وشوف انه كل ما في اجراتنا مسجلة او معظمها مسجلة معاينة وحضرتين لأسباب معينة فكل ده بالنسبة لنا مهم او مثلا اول حاجة عمل لها الجروب كانت عسبساب هذي الدورة والرابط هيكون موجود لو انت عايز ستعرف الى على الدورة طيب تعمل في حاجة تانية انا عايز يعني اتخذوا بالكم منها جماعة في حاجة ما اسمها بالملفات الملفات دي يعني في مجموعة ملفات مسجلة زي مثلا الحاجات المهمة والمفيدة ولخص كتاب ديفيد برامنتر ديفيد برامنتر يا جماعة هو يعني من علماء او من خبراء قياس الاداء وقدد حوالي 12 خطوة علشان تقيسمهم الاداء في مؤسستك وحدد الخطوات دي في كتاب فاحد يعني احد الخبراء العرب حط ملخص لهذا الكتاب اللي موجود معنا بيضي اضافة لبعض الماتيريال للمحاضرين اللي اشتغلوا معنا ولسا اكلمكم على هذه الدورة وطبعا في بعض الايه فانت ممكن تبص على المحاضرات طيب زي ما قلت لكم من حوالي رجعتاني من حوالي تلات شهور وكان في اسقائي كتير بتجيري على اندسترس كتيرة او على اسقائي كتيرة عن كي بي ايز بتاعتها فقلنا والله يعني ايه المالة لنحن نعمل نعمل مبادرة المبادرة دي نعرف بها الناس يعني ايه كي بي اي ونتكلم فيها واخترنا جريبا كل يوم الثلاث بدأنا كل يوم ثلاث نعمل هذه المبادرة بداية المبادرة كانت محاضرتين انا اللي عملهم وطيب المبادرة دي هل موجود لها فيديو طبعا موجود طبعا فين على قناتي على اليوتيوب هتبص على اللقاءات الاسبوعية هنحط الرابط بتاع مبادرة اللقاءات الاسبوعية طيب نبص مع بعض ايه اللي حصل اول محاضرة كانت عن فهم مؤشرات الاداء الرئيسية ودي انا اللي انا كنت بقوم بيها وهي اول محاضرتين قمت بيهم وقوم صراحة انا ساعة ما بدأت المبادرة كنت ما افكر ان انا اللي هعمل المحاضرات يعني اه ممكن يعني حب الخير لكن صعب جدا طبعا كل ثلاثة وده صعب جدا فالفكرة قلت اولا يعني حتى لو عنديش معلومة نخش نشقر مع بعض نتكلم مع بعض لكن سبحان الله رايي تاني محاضرة باش مهندس احمد حمود ربنا يجزيه خير ويكرمه باش مهندس يعني شغال في مكتب الشاري في الرياض ومن المحاضرين ومن الناس اللي شغالين في المجال فعلا فقال لباش مهندس انا انا باشتغل في المجال وفقا جبته عشان يدي محاضرة فالباش مهندس ربك الله فيه عمل محاضرتين واحدة فيهم كيبي اي كاسكيدنج وهي وعمل محاضرة تانية كاسكيدنج بارت ننتهي شارك في المحاضرة شارك في المحاضرة كمان الباش مهندس آآ متدثر سلامة وهو يعني من الناس المتخصصة في علم الكواليتي والجودة وعمل لنا محاضرة عن الكواليتي كيبي ايز في محاضرة انا قمت بيها عن تحديد المستهدد في آآ آآ كان في كمان عندنا آآ الباش مهندس مين تاني جماعة آآ طبعا آخر محاضرات كانت موجودة وآخر محاضرة كانت موجودة المهندس السعيد فوزي حدث عن عمل داشبورد باستخدام الاكسل. وآآ برضو كمان الباش مهندس وليب السيوني كانت محاضرته طبعا يعني زي المهندس السعيد كده برضو محاضرات مبيزة لان هي يعني محاضرات يعني طبقية شوية فكانت ممتازة جدا جدا. والباش مهندس وليد ما شاء الله يعني من الناس المشهورة يعني. آآ وهنا جي المهندس محمد استود محمد اسامة برضو عمل لنا محاضرة عن السيلز وعن المبيعات. آآ المهندس محمد قاسم عمل لنا آآ محاضرة عن الاستراتيجيك بلان. طب نشوف يوم احنا نشوف نمشي في الجروب. نمشي في الجروب كده ونشوف المحاضرين بتوعنا ونلف عليه. تعالوا كده معنا. بسرعة كده. يعني كانت اخر المحاضرة عن طبيق آآ المهندس السعيد فوزي. قبلها الباش مهندس وليد باسيوني وعمل محاضرة عن طويل لوحات هده. آآ طبعا في هنا جماعة البصد ده 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 موجود في آآ آآ الرابط على آآ الباش مهندس يعني قناة المهندس السعيد فوزي يعني فانت آآ ياريك تدخلوا عليها هتستفيدوا جدا جدا يعني. كمان آآ الباص مهندس السعيد فوزي ده ده دي على قرنة نحنا. كان قبل كده بيه محاضرة بتاعتي انا وفيه فيديوهات والحضور جماعة الناس دي جماعة بييجوا معنا كتير قوي. الناس دي اللي حافظتها اسماءهم معظمة هاي. وطبعا انا عملت قريب جدا انا عملت آآ لاني برضو الناس بتسأل الناس بتسأل. فانا عملت يعني فيديو صغير كده خمس شرد اياه. ازاي بيستخدم الشات جي بيتي في في آآ ازاي انك تعرف يعني ايه كي بيعيف في اي مدستخدم. انا بيدينا اسئلة كتير. باش مهندس انا باش تعرف بتاع السياحة. قولي ايه اهمي كي بيعيف. طبعا قولت انها بدل ما اديك السمكة اعلمك ازاي تستطيع السمكة. او مش اعلمك ده عمر بسيط قوي. تصور عشيات جي بيتي وتبدأ. تقول والله وتكلمه وتبدأ تاخد منه معلومات عن المؤشرات وممكن تجيب منها الفورميلة بتاعتها او المعادلة بتاعتها. فاتكلمنا عن كده. برضو كان من في الجروب. او دي كانت مخاضرة على العملات قريب في اهم مؤشرات في المؤشرات. طيب دي كانت حاجة عن فيه مجلس العرب الادارة اللي عايز يطابع الصفحة بتاعتهم. حطولكو برضو الرابط بتاع الصفحة. يعني انا احد المؤسسين لهذا المجلس. ومعنا طبعا عماليك اكبار في هذا المجلس. بنتكلم عن موضوع اداري. يعني اللقاء الجاي هيكون في سبع مارس عشرين اربعة وعشرين. هيكون لقاء جميل بازن الله تبارك وتعالى. طبعا مؤنس صليد بسيوني كانت عمل المخاضرة معانا. ومؤنس محمد اسم كانت عمل استراتيجيك بلانينج. ومؤنس محمد اسامة او دكتور محمد اسامة كانت عمل مؤشرات الادائية المبيعات. طبعا مع التنوع رأي جدا. لان الناس بلحد من الناس كلها. لذا بتلاقي في محاضرات معينة ناس معينة مركزة فيها. وفي محاضرات تانية بعض الناس مركزة فيها. فعشان كده سنقلنا نعمل جدا. طبعا الدكتور واقل الديب عمل محاضرة جميلة جدا على جيل التالت لبطاقات الاداء المتوازن. وللاسف لما كنتم بتسجيلها. ونحن على وعد حتى الان ممكن المهندس دكتور وابليد الديب ان هما دكتور واقل الديب انا على الخطأ في الاسم. آآ انه هو ممكن يعني آآ يسجلها لنا. لكن هو كان الحطأ حصل فيها خطأ. يعني آآ في التسجيل آآ في التقني. آآ المهندس احمد دكتور احمد الحال يعني كلمنا عن علم خطير جدا اللي هو سلاسل الامداد ومجال سلاسل الامداد وكانت محاضرة ممتعة استمتع بيها كتير من الحضور. وكانت موجودة معانا. دكتور واقل الديب زي ما كلمتوكو عنه. آآ هل ده عا تلاقيه جوه الجروب. يعني انت عايز تدور على المخاضرات او تبص بقى على ايه المخاضرات. هي حاجة كنت عملتها في الجروب او يعني بعمل زي حاجة يعني بسطات قصصية كده. يعني بسطات قصصية. بمعنى ايه قصصية? بكت فيها قصة بطلع فيها مشكلة او مشكلات في او بحطي معلومة في شكل قصة. وكنت وصلت فيها للشغالة السادسة. يعني هيكت قديمة برضو شوية وعدت تاني ان انا اشتغل عليها. وكانت الناس بتجاوب معاها. والحمد الله كانت الدنيا تمام بفضل الله سبحانه وتعالى. فممكن نهاردة يعني تشوفوا كيبي اي اسمت اللي شهاشتاج ده. فهتلاقوا في كل ايه القصص دي او قصص الحلقات دي الموجودة. هتلاقوا فيها آآ حلقات جميلة. ممكن لبعض الناس يعني استفادت بيها وقالت ان هي آآ ظريفة. دي كانت يعني آآ جولة كده على طبعا آآ احنا بكل محاضرة بنحط او معظم محاضرات بنحط فيها المادة العلمية اللي قدمها دكتور عماد كساب على سبيل المسال ما شاء الله. جاء برضو من المحاضرات المميز جدا دكتور عماد كساب. ربنا يبارك فيه يا رب. كلم عن الكيبي ايه بصفة عما واتكلم عن الكيبي ايه في مجال اتشقار. وعمل آآ يعني هو له محاضرة مسجلة معنا والمحاضرة التانية كانت على طبيقية لشركة معينة فالدكتور قال لك ما ينفعش صبعا ان هي تكون مسجلة او مزاعة الناس بس تشوفها من خلال المحافظة. ودي كانت الحلقات اللي انا كلمتكم عليها آآ دائما. اللي انا عايز اقوله جماعة ان آآ الجروب او في معلومات كتيرة تقدر تشتغل عليها آآ في معلومات كتيرة تقدر تاخدها وتستفيد بيها آآ احنا في الجروب ده طبعا كنا يعني ثمانتلاف وتومنمية والنهاردة وصلنا الخمستاشر الف وخمسمية وانا كنت عملت كده يعني زي آآ يعني نذاء للناس كده انا عايزين نوصل نحط مستهدف آخر فبراير يعني يبقى ستتاشر الف وان شاء الله بقون الله هنوصل للرقم بازن الله تبارك وتعالى وكان الحمد الله ناس كتير يعني استجابت للامر ده. في النهاية آآ انا بس بوريكم الفيديو ده علشان تبقوا عارفين آآ ان الجروب في حاجات كتيرة ممكن تستفيدوا منها يعني في كتير قوي بيتساءل اسئلة الاسئلة دي موجودة موجودة يعني موجودة عندنا ان احنا يعني آآ نجاوبها طبعا صعوبة ان انا جاوب كل سؤال صعوبة ان انا آآ ابقى متواجد على طول آآ كل ده بيدعونا ان احنا ندور جوه الجروب نفر كزا ما نفر نفر ندور المشكلة ان انا قعد ادور كده فلاقي الحاجة اللي انا محتاج لها مخاضرة معينة بوست معين كل ده بالنسبة لنا هيبقى مفيد جدا جدا يعني ارجو من السادة اللي هينزل لما تنفي في الفيديو بازن الله في الجروب تحاول تتفاعل بقى يتفاعل تحط نقطة ابقى واجهي تبقى ليه يعني ليه يعني عايز الجروبات عايز البوست نفسه يوصل الناس كتيرا دي نقطة مهمة او 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 لاني ها وعادي ما وصل ليش ازاي ما عرفش ما عرفش خوارزميات تاعة الفيسبوك ايه بس انا يعني كتير او من الناس يقولك ان هو البوست نزل وهو مش هفوش طبعا ما بنعمل تفاعلات على البوست الاصلي بنعرف مع بعض النقاط في الجروب. اه طبعا اه انا بشكركم جدا 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 على استماعكم لهذا الفيديو وكل ما امله هو شيء واحد هو اللي احنا نعرف التاريخ والهيستر بتاع آآ الجروب ده وله احنا آآ نحاول نستفيد بيه على قد ما نقدر ولي يقدر يحدم معنا محتوى احت امركم يعني هيباليك يوم تلات وتقدم فيه محتوى يفيد بزميلك طبعا من الاهم المكاسب الموجودة هو كل المحاضرين اللي اشتغلوا معكم. شكرا لكم ورقاكم على خير في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. اشتركوا في القناة